السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن السمات الجيولوجية المميزة للمدينة المناورة بالمملكة العربية السعودية. وطبعا قبل ما نتكلم عن السمات الجيولوجية لابد الاول طبعا احنا دي فيها شعيرة من شعائر المسلمين وهي المسجد النبوي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبره الموجود داخل المسجد. وزي ما احنا عارفين ان الرسول عليه الصلاة والسلام في العام العاشر من الدعوة هاجر من مكة الى المدينة. والمدينة كان اسمها في هذه الفترة اسمها يسرب فرسول عليه الصلاة والسلام لما هادر غير اسمها وسمها المدينة وبنى فيها المسجد النبوي او المسجد بنى في هذه المدينة. وطبعا المسجد والكبة اللي موجودة وراها في الخلفة دي في الصورة دي المسجد النبوي طبعا لا بد ان هنزور اول حاجة. بعد كده بقى احنا عاوزين نتكلم على السمات الجيولوجية موضوعنا النهار. بداية لابد ان احنا سنتكلم على المدينة المناورة المدينة المناورة عبارة عن جزء داخل شبه الجزيرة العربية. فلابد نتكلم الاول بشكل عام على جيولوجية شبه الجزيرة العربية. وبالاخص جزء فيها يسمى الدرع العربي النوبي اللي هو بين قدامنا في الخريطة دي اللي هو الشيل. يعني شبه الجزيرة العربية دي الخريطة الجيولوجية اللي موجودة لشبه الجزيرة العربي حاليا متكونة من جزئين أساسيين جزء يسمى الشيلد وجزء يسمى البلادفورم الشيلد اللي هو الدرع العربي النوبي والبلادفورم هي عبارة عن الصخور الرصوبية والبحرية اللي تكونت من فترة الحياة القديمة إلى وقتنا الحالي أما الدرع النوبي فهو الصخور النارية والمتحولة والرصوبية التي تكونت في فترة ما قبل الكامبري أو البري كامبري وطبعا إحنا على القناة قدمنا فيديو كامل تفصيلي على الدرع العربي النوبي اللي عايز يرجع له ممكن يشوفه عندنا هنا في القناة هو في قناة جولوجيا العرب تحت عنوان كل ما تريد معرفته عن الدرع العربي النوبي وما يحويه من معادن اقتصادية يعني احنا مش هنخود بشكل مفصل على الدرع العربي النوبي موضوع الحديث لأنه كده كده في لحظاك العاوز يعرف عنه تفاصيل حيرجع للفيديو اللي موجود عندنا على القناة في جولوجيا العرب بس احنا الأول بنتكلم بشكل عام على مكوناته در العربي النوبي إن ده صخور عبارة عن بري كامبري الروكس وداخل هذه الصخور اللون الأصفر ده لو شفناه ده عبارة عن صخور بركانية تكونت في حقب الحياة الحديثة وده اللي بسموها في السعودية مشهورة باسم الحراء بمعنى إن هذه البراقين اتكونت في حقب الحياة الحديثة في الكواتيرنري والتيرشري وده معظمة عبارة عن صخور بركانية من البازل والأندسايد إبداع المكون الأساسي اللي بدرها العربي النوبي اللي هي صخور ما قبل الكامبري زائد فيه جزء عبارة عن الحرات أو طفوح بركانية تكونت في حقب الحياة الحديثة السينوزوك في الكواتيرنري والتيرشري يعني ممكن زي ما نقول بالظبط كده فيه سطح عدم توافق ما بين البري كامبري اللي موجود وبين الحرات أو فولكانيك روكس اللي موجودة في الممتعة ديت اللي هو باللون الأصفر واللون الأصفر فتحة ده عبارة عن الرواسب الحديثة إحنا لو بصينا بقى وركزنا على المدينة المنورة تقريباً المدينة المنورة يتقع في الجزء ده شبك أو إحنا شايفين هو ده الجزء هو لو بصينا الجزء ده هو عبارة عن صخور بري كامبريان موجودة وجزء من صخور الحرات اللي هي السينوزوك فولكانيك روكس لو خشينا بالتفصيل شواء فيه الخريطة الجيولوجية دي خريطة جيولوجية هيت للمدينة المنورة ولو بصينا على المدينة هو الجزء الدائرة اللي موجودة ديت والجزء اللي داخله هو عبارة عن الحرم المكي اللي موجود عندنا حرم المدني آسف حرم المدني في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم دي كلها خريطة للمدينة لو بصينا هنلاقي إن المدينة الجزء معظم الخريطة لو بصينا ممكن نقسم الخريطة كده من اتجاه الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي بالشكل ده. هنلاقي الجزء الشمالي والغربي والشمال الغربي كله عبارة عن صخور البري كامبيا الروكس او البيزمنت روكس. دي تكونة تبع الدرع العربي النوبي. لو بصينا اما الجزء بقى اللي هو الموجود في الشرق والجنوب الشرقي هو عبارة عن لو بصينا كده الوان مختلفة من اللون البني واخدى رمز البيزي بي 2 وبي 4 وبي 5. ده عبارة عن التفوح البركانية او الحرات اللي تكونت في حب الحياة الحديثة او السينوزوت او الكواتيرنري والترشري فولكانيك روكس. يبقى بمعنى بسيط خالص ان احنا عندنا التركيب او السمات الجيولوجية للمدينة المنورة جزئين اساسيين. هما بقى شباب جزء هو عبارة بيتغلب في الجزء الشمالي والشمال الغربي في المدينة وده عبارة عن سخور او سخور القاعد. عصرها يا شباب. طب نوع السخور ميزة فيها كل انواع السخور اللي احنا درسنا. بمعنى ان انا حلاقي سخور ناري. والسخور الناريانية هنا بنوعين? الفولكانيك والبولوتونيك. واحنا عارفين السخور البولوتونيك اللي هو السخور الجوفية اللي تكونت فيه الاعمار في الوشاح. وان ده ستاخل سخور الكشرة معظمها بيبقى سخور خشن الحبيبات زي الجابرو زي جرانو ضايرايت زي الجرانين. دي اول سخور سخور النارية. فيه نوع تاني من السخور النارية سخور البركانية موجودة بشكل كبير جدا في مدينة المنورة ودي عبارة عن سخور من الريولايت والاندزايت والبازل والانواع المختلفة من الفولكانيك روكس. طب تاني نوع من السخور ايه? سخور متحولة. بالفعل المدينة برضك الدرع العربي النوبي غني جدا بالسخور المتحولة. ولو رحت المدينة هتبص هتشوف النيس وحتشوف الشيست وحتلاقي الميتا فولكانيك روكس موجودة بشكل كبير جدا واحنا هنتكلم عنها ان شاء الله في جبل احد. ده بالاضافة الى بعض انواع السخور الرسوبية القديمة خاصة زي البريشيا والجريويت والكونجولوموريت والماد ستون كل ده سخور وكان فيه سخور بايضا حجر جيري ولكن عشان ازمنة اه قديمة تعرض لبعض الحركات وتحولت لسخور متحولة زي المارد. ده يبقى ازا بالنسبة للجزء الاولاني للبري كامبيرا روكس وانواعه المختلف. وقلنا هنا لو شفنا في الخريطة هو متركز في الجزء الشمالي الغربي للمدينة. اما الجزء العكسي اللي هو الجنوب الشارعي للمدينة اللي هي لوان البن المختلفة. ده عبارة عن بسموها الحارات مشهورة جدا في السعودية وخاصة في المدينة. هذه الصخور موجودة بكسافة. هو كلها عبارة عن معظمها من البازل تمام كده? طيب تعالوا نشوفوا بقى التركيب ديت على ارض الواقع من خلال جوجل ماب زي ما تعودنا دايما ان احنا لابد ان احنا نخش على جوجل ماب بالنسبة لنا في الجيولوجيا لانه بوضح لنا حاجات كتير اجد. اهو لو بصنا كده من بعيد الاول وبعدنا على المدينة اهي اهي بشكل عام ان احنا قلنا ده البحر الاحمر اللي موجود اللي يفصل ما بين شبك هذا الصخور اللي لونها داكن دي اللي بسمها صخور الدرع العربي النوب. هي سلاسل جبال البحر الاحمر عندنا في مصر وفي السودان وفي السعودية اللي بسموها سلاسل جبال الحجاز. الجزء الغامد ده الدرع العربي النوب. نيجي بقى على المدينة المنورة محل حديثنا النهاردة. لو بصينا كده على المدينة هلا هي المدينة ده عبارة هي الخط الاحمر ده الحدود الجغرافية للمدينة المنورة. هنلاقي المدينة المنورة هي عبارة عن واحة خضراء الجزء اللي موجود عندنا في النص دي موجودة وسط سلاسل جبال متنوعة. تقريبا ارتفاع المدينة المنورة فوق سطح البحر بستمائة متر فوق سطح البحر. لو قربنا شوية ليه المدينة وطبعا احنا زي ما لو بصينا كده هنلاقي بقى في خطوط كده سودة هي. ده بقى اللي احنا بنقول لكم على الحرات او الطفوح البركاني. ده عبارة عن طفوح بركانية واحنا قلنا ان الخريطة الجغولوجية للمدينة المنورة هي جزئية. غالبا الجزء الشمال الغربي الشمال الغربي وهو عبارة عن البري كامبرا الروكس اللي هي الالوان اللي احنا شايفينا الالوان الداكنة ديت بس بش الوان سودة والوان بني. الاجزاء دي كلها. والجزء بشكل عام الجزء الجنوب الشرق هو عبارة عن الحرات او الطفوح البركانية الحديثة. لو قربنا الطفوح البركانية الحديثة هي يا شباب وقربنا لاي جزء السود اهو بصنا لده. هنقرب كده نقرب نبص نلاحظ ايه بقى هنا. اه مين عارف دي ايه الاشكال دي? مين يقدر يقول يا شباب? ايوا نفتكر مع بعض. ايوا ده الكراتون الفوهات البركانية. دي تقريبا شبهة بالظبط كده الفوهات البركانية اللي حدث. البراكين ده حدث امتى? اثناء انفتاح البحر الاحمر. احنا اتكلمنا عليه كتير جدا وموجود عندنا في مصر في ابو زعبل بازلت ده موجود في مصر عندنا وفي الوحات البحرية. نفس القصة اثناء انفتاح البحر الاحمر او انفصال شبه الجزيرة العربية او اللوح العربي عن اللوح الافريكي في شكل البحر الاحمر ده حصل امتى? في نهاية اللوجوسين وبداية المايوسين. يعني تقريبا من خمسة وعشرين مليون سنة مضت. ولذلك اثناء اه الانفتاح ده حصل زلازل حصل براكين. البراكين دي اترصدت في المدينة عندنا بالاشكال اللي انتم شايفينها التفوح البركاني ده. التفوح البركاني دي من خمسة وعشرين مليون سنة الى وقتنا الحالة يعني تقريبا اخر بركان اترصد في المدينة سنة الف ومئتين وخمسين تقريبا. الف ومئتين وخمسين يعني تقريبا من تمنمائة سنة مضت كان لسه فيه تفوح بركانية موجودة. هما هنا في السعوداء مشهورة بالحرات ودي عبارة عن تفوح بازلتية وطبعا وضع عندنا فوات البركانيات. دي معظمها من الناحية الصخرية هي عبارة عن صخور بازل واندزاين. اما المكون الاولاني اللي احنا قلنا عليه ونقرب تاني ونشوفه هي عبارة عن صخور البري كامبريا الروكس او البيزمنتروكس اللي هي عبارة عن كل الاجزاء اللي احنا شايفينها ديت. ودي فيها بأنواع الصخور النارية بشكلها المختلفة. الصخور المتحولة بأنواحها المختلفة زائد بعض الصخور الروسوبية القديمة وخاصة البريشيا والجري. طبعا احنا بنقرب هو الحرم النبوي المسجد النبوي. مسجد رسول عليه الصلاة والسلام موجود عندنا هو في المنطقة هنا. طبعا عشان نتكلم بقى في المدينة وزي ما قلت ان احنا عشان نخش المدينة الاول لابد نزهر المسجد النبوي وقابل رسول عليه الصلاة والسلام. في حاجة تانية ملحة بتظهر نفسها وبتتحدث عن نفسها وتقول انا موجود وما تنسونيش وطبعا ما نقدرش ننساء. ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه احد جبل يحبنا ونحبه. ده جبل احد. وطبعا من السمات المعروفة جدا في التاريخ الاسلامي والطراث الاسلامي. زي ما قلنا ان المدينة هي بداية الهجرة لان رسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة الى المدينة في العام العاشر من الدعوة اعتبرها المسلمين وسيدنا عمر اعتبر هذا الحدث وبداية التاريخ الاسلامي او التاريخ الهجري للمسلمين. تاني حاجة ان احنا طبعا لما اول ما وصلوا المدينة حصل غزوتين الغزوة بدر الاولى والغزوة التانية هي غزوة احد اللي حصلت في تلاتة هجرين. ده جبل احد اللي حصل عنده الغزو. تيجي بقى نتكلم بالتفصيل عن جبل احد. جبل احد ده تقريبا يقع على بعد خمسة كيلو نص شمال المسجد النبو. يبقى اول حاجة ان جبل احد يقع شمال المسجد النبوي بمسافة او يبعد مسافة خمسة كيلو ونص. دي اول حاجة بالنسبة لجبل احد. ارتفاع جبل احد برضك بيعيب عبر اعلى نقطة في جبل احد تقريبا الف سبعة وسبعين متر فوق سطح البحر. يعني بقى اعلى نقطة لجبل احد هي عبارة عن الف سبعة وسبعين متر فوق سطح البحر. طيب جبل احد دلوقتي من الناحية الاسلامية الاول. طبعا لو قربنا ان احنا فاكرين ان غزوة احد وكان فيه جبل بقى تابع جبل احد اسمه جبل هي يا شباب من فاكر اه براف على جبل الرماهو ظهر جبل الرماهو وده الجبل ان الرسول عليه السلام اثناء غزوة احد لما المسلمين كانوا متعسكرين هنا والمشيكين جايين من الشمال الغربي. وامر بعض الرماهو خمسين من الرماهو ان هما يقفهم عشان يحموا ظهر المسلمين وهم بيحربهم. وبالفعل كان في بداية الغزوة كان انتصار صاحق للمسلمين. ولكن الرماهو لما شافوا المسلمين بيجمعهم بعض الغنائم. الرماهو عصوا الرسول فنزلوا جمعهم. وطبعا نهاية احنا عارفين اي حد يعصى رسول الله السلام لانه مؤمور من الله سبحانه وتعالى ان خالد ابن الوليد كان لسه فيه. جايش المشركين. لما شاف المسلمين كده نازلوا من الرماهو لف وجيه من وراء الجبل ونزل وهجم تاني على المسلمين. وطبعا كلنا عارفين الاحداث اللي حدست له هذه الغزوة. المهم احنا بالنسبة لنا جبل الرماهو وجبل احد بقى نتكلم عنهم من نحياة جيولوجية. ان احنا دلوقتي احنا قلنا دلوقتي المدينة المنورة موجود فيها جزئين رئيسين من نحياة جيولوجية. هو عبارة عن البري كامبير الروكس اللي موجودة يعلوها تفوح بركانية حديثية. لو بصينا جبل احد يقع ايه يا شباب من ضمن ايه? لو بصينا كده هلاقي ان جبل احد بالفعل يقع ضمن مكونات البري كامبير الروكس اهو. الجزء ده جبل احد موجود مع الجبل. لان طبعا احنا قلنا ايه? عبارة عن طفوح البركانية او الحارات اللي انها اللون السود ديه. ده عبارة عن موجودة في الجنوب الشرق للمدينة. اما الشمال والشمال الغربي للمدينة هي عبارة عن بري كامبير الروس ومن ضمنها جبل احد. طيب جبل احد لو ركزنا معه اللون بتاعها هتلاقي لونه بني داكن. لون البني الداكن ده والتحاليل والعينات اللي اشتغلوا فيها وفيه بحس. انا ان شاء الله هنزله لكم على موقع موقع القناة على الفيسبوك. بحس ما يتكلم عن الجيولوجية هو بحس موجود هنزله لكم ان شاء الله هو عبارة عن تقرير عن جيولوجية المدينة المنورة ضمن حدود النطاق العمراني. ده للدكتور محمد الاحمد الهلالي. ده تابعة تابعة الهيئة الطاقة الضرية ايه? السورية قسم الجيولوجيا. ده ان شاء الله ده فيه تفصيل عن يتكلم بشكل مفصل جدا للي عاوز يستفيد زيادة في المنطية عن مدينة المنورة وتركيب الجيولوجية وعن جبل احد خاصة والتحاليل وانواع السخ الموجودة. المهم ان احنا عندنا في الجبل احد هو عبارة عن سخور معظمها رايولايت وده صايت. طيب نفتكر بقى مين يقدر يقول لي بقى الريولات ده اني نوع من انواع السخور? هل هو صخري ناري ولا متحول ولا رسوب? راجع شباب. اه برافو عليك. سامع الناس بتقول ان الريولايت ده عبارة عن سخور ناري. برافو عليك. كما سخور نارية بس ونقف ولا لا? اه لازم نقول هل هي بلوتونك ولا فولكانك? الده صايت والريولات ده عبارة عن ايه? برافو. برافو عليكم. فعلا ان الريولايت ده عبارة عن سخور نارية بركانية. وليست نارية جوا فيها. سخور نارية ايه? بركانية. الريولايت والدصايت. دولة اشهر سخور مكونة لجبل احد اللي عندنا لداخل نطاق المدينة. وطبعا في صور برضك زي ما زورنا المسجد النبو. لابد ان احنا برضك نزور ايه? ده شيء طبيعي ان احنا نزور المسجد او الجبل احد ايضا. وده طبعا تم في زيارة هو ده جبل احد هو. لو شفنا الصورة هنا يا شباب ده عبارة عن المجبرة بتاعة شهداء غزوة احد اللي موجودة هيت. وفي من ضمنهم كان سيدنا حمزة ابن عبدالن الطالب عام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو شفنا فعلا جبل احد صخور بتاحته لونها بني داكن. وده معظمها صخور بركانية. نوحها من نوع الريولايت وبعض منها من الدصايت. اما جبل الرماة نفس الكصة هوت. ده جوز اللي هو وراي هنا زورناه طبعا جبل الرماة هوت. وده المنطقة اللي حدث فيها غزوة احد. فدي عبارة عن جبل. وما نساش حديث رسول الله السلام اللي هو قال لك ايه. ان احد جبل يحبنا ونحبه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى نكون قدمت لكم معلومة جيولوجية مفيدة. وعملنا كده سياحة جيولوجية ودينية في المدينة المنورة. واشهر ما فيها هو جبل احد. لو عجبك الفيديو يريد تعمله لايك والشير عشان كل زمالك تستفيدوا. ولما كنت اشتركت في القناة تشترك معنا. وانا تلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته.